موسيقى بسم الاب والابن وره القدس الإله الواحد أمين من أعماق قلبي أشكر الله الذي سمح لي وأتاح لي هذه الفرصة للتحدث عن مواضيع تخص الزات الإلهية والسلوس القدوس وإيماننا المستقيم الأرثدوكسي وأشكر نيافة الحبر الجليل الأنباء أرمية رئيس المركز الثقافي القبط الأرثدوكسي ورئيس قناة ميسات الذي أعطاني هذه الفرصة لتحدث في قناة ميسات تلك القناة المحبوبة الناجحة في نشر التعاليم اللاهوتية والإنجلية والثقافية والاجتماعية والصحية والتاريخية وغيرها وأشكر قناة نساية وكل العاملين فيها على محبتهم وتعبهم في هذه القناة المفرحة الناجحة وأرحب بالسيدة المشاهدين في برنامج نتزوق ونتعلم وأرجو أن يكون هذا البرنامج سبب فائدة لحضرات المشاهدين جميعا حلقة اليوم بإذن الله عن المسيحية تؤمن بإله واحد إحنا المسيحيين من 2019 سنة نؤمن بإله واحد فقط يعني إحنا نوحد بالله القدوس ولا نشرك به أي إله تاني ولا نؤمن بتعدد آلهة إله واحد وعشان كده في قانون الإيمان في كل الكنائس في الشرق والغرب وفي كل صلواتنا في الكنيسة وفي البيت نردد دائما قانون الإيمان بالحقيقة نؤمن بإله واحد حتى العقل البشري يرفض ولا يقبل وجود عدة آله إذا كان الله غير محدود مالئ السماء والأرض ومالئ الكون ده كله الإله التاني ده هيكون فين مالوش مكان وإذا كان الله قادر على كل شيء قادر على كل شيء الإله التاني ده هيعمل إيه كل شيء ربنا بيعمله بيدبر الكون كله بيحب الكون كله بينظم كل شيء إنما العقل البشري الناضج يرفض وجود أكثر من إله واحد المسيحية هي التي علمت العالم كله التوحيد أبائي الكنيسة ومعلميها الأوائل بذلوا جهودا عظيما في الكرازة بوحدانية الله ومحاربة الوسينية ومحاربة التعدد الآلهة ترميز السيد المسيح نشروا المسيحية في القرات كلها والقدسين وضعوا كتب تحارب تعدد الآلهة والوسينية الكتاب المقدس بعهده القديم والجديد يؤكد على إن الله واحد فقط العهد الأديم طورات موسى والأنبياء والمزامير مليان آيات تؤكد إن الله واحد فقط العهد الجديد الأناجيل والرسائل وأعمال الرسل تؤكد إن الله واحد فقط هجيب لكم بعض آيات بعض آيات لأن أنا لو جبت آيات كلها إن شاء الله يعني ممكن نقعد أسابيع النكل بعض آيات تؤكد إن الله واحد فقط نبتدل أولا بالعهد القديم ولحظوا كلمة واحد في كل الآيات اللي ه 발�قولها الرب هو الإله ليس آخر سواء تسنية 4 35 الرب هو الإله في السماء من فوق وعى الأرض من أسفل ليس سواه تسنية 4 39 الرب إله هنا رب واحد تسنية 6 4 الرب هو وحده وليس معه إله تسنية 32 12 من هو إله غيره الرب السمويل الثاني 22 33 الرب هو الله وليس آخر ملوك أول ثمانية أيها الرب أنت هو الإله وحدك ملوك اتنين تسعتاشر أنت الرب الإله وحدك ملوك تانية تسعتاشر يا رب ليس مثلك ولا إله غيرك أخبار الأيام سبعتاشر أنت هو الرب خلوا بالكم الكلمة وحدة جديدة لعملها في كل آية أنت هو الرب وحدك أنت صنعت السماوات وسماء السماوات وكل جندها والأرض وكل ما عليها والبحار وكل ما فيها نحمية 9-6 عظيم أنت أنت الإله وحدك مزمور 86 يا رب الجنود أنت هو الإله وحدك أشعية 37 أنك أنت الرب وحدك أشعية 37 أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لأخر أشعية 42 أني أنا هو قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون أشعية 43-10 أنا الرب وليس غير مخلص أشعية 43-11 أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري أشعية 44-6 هل يوجد إله غيري ده ربنا بيسأل طبعا عايز يقول إن ما فيش أشعية 44-8 أنا الرب صنع كل شيء ناشر السموات واحدة بصر أرض من معي أشعية 44 أنا الرب وليس آخر لا إله سواي أشعية 45 لكي يعلموا أن ليس غيري أنا الرب وليس آخر أشعية 45 قائلين فيك وحدك الله وليس آخر أشعية 45-14 أنا الرب ولا إله آخر غيري ليس سواي أشعية 45-21 لأن لي أنا الله وليس آخر الإله وليس مثلي أشعية 46-9 أليس إله واحد خلقنا ملاخي اتنين ده بعض آيات بعض آيات من العهد القديم نجيب شوية آيات برضو من العهد الجديد تؤكد إن الله واحد للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد متى 14 من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده مرقص 2-7 ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله مرقص 10-18 الرب إله هنا رب واحد مرقص 12 لأن الله واحد وليس آخر سواء مرقص 12 كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجدا من بعضكم من بعض والمجد الذي من الإله الواحد لستم تقتلبونه يوحن 5 وهذه هي حالة بدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك يوحن 17 لأن الله واحد رمي 3 لأن ربا واحدا للجميع رمي 10-12 ليس إله آخر إلا واحدا كورنسوس الأولى 8 لكن الله واحد كورنسوس الأولى 8-6 الله واحد الذي عمل الكل في الكل كورنسوس الأولى 6 ولكن الله واحد غلطية 23 إله وأب واحد للكل الذي على الكل ملك الظهور الذي لا يفنى ولا يرى الإله الحكيم وحده تموساوس الأولى 1 لأنه يوجد إله واحد تموساوس أولى 2 أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل واحد هو واضعا ما موسى القادر أن يخلص ويهلك يعقوب أربع إله حكيم الوحيد مخلصنا له المجد والعظمة والقدرة التسليس المسيحي لا يتعرض مع الوحدانية لأننا لا نقول هناك ثلاث إله واحد عقله اللي هو كلمته اللي هو ابنه هو سائل المسيح وروحه هو الروح القدس يبقى هو التلاتة جوهر واحد إله واحد الآب بالكلمته اللي هو عقله وروحه اللي هو الروح القدس الآب عاقل والابن هو عقل الله وكلمة الله وحكمة الله والله حي فالتلاتة أقنيم إله واحد دوهر إله واحد طبيعة إلهية واحدة ذات إلهية واحدة لهوت واحد مش ثلاث آلهة وما جاش يوم الإيام الله ما كانش آب وبقى آب لا هو آب منذ الأزل لأن الإبن مولوب من الآب منذ الأزل يعني منذ ما لا نهاية في البداية والروح القدس منبسق منذ الأزل ولم يفريقوه وهم فيه وكلمة ابن دي يعني لغة بشارية عشان تبسط المعنى زي ما أنا أقول مثلا أنا ابن مصر طبعا مصر ما بتتجوزش وأنا ابن النيل طبعا نيل مش بيتجوز فالمسيح ابن الله مش لأن الله حاشا نتزوج لا ابنه يعني منه أنا من مصر في اسم ابن مصر منه لأنه هو عقله وما جالش في وقت من الأوقات كان الله من غير كلمة أو من غير عقل وبعدين فكر أن يبقى له عقل طبعا حاشا أن يكون هذا فالكلمة عقل الله منذ الأزل ومن كانش في وقت الله مش حي وبعدين بقى حي بروحه إذن الله حي منذ الأزل وروح القدس فيه منذ الأزل التلاتة إله واحد الأقانيم التلاتة مش تلت آلهة لأن حاشا أن حد يقول أنه نقوم بتلت آلهة نحن نؤمن بإله واحد والأخريم الثلاثة هو عقل الله الله بالذاته وعقله وحكماته ايه معنى كلمة اقنوم اقنوم اصلا كلمة اقنوم دي كلمة سوريانية لو ترجمناها باليوناني يطلع هايفوستاذيس وهايفوستاذيس يعني تحت القائم او تحت السابت هايفو يعني تحت زي ما انتم عالفين هايبر فوق وهايفو تحت وستاذيس يعني سابت رئيسه زمان من كنيكا وستاتيك فستاتيك ده يعني سابت فهو ما هو تحت السبات يعني الأقانيم دي يقوم عليها الزات الإلهية الجوهر الإلهية أساس الأقانيم يقوم عليها أو يقوم فيها الجوهر الإلهية أو الزات الإلهية والثلاثة واحد إله واحد لهوت واحد طبيعة إلهية واحدة الأقنوم شخص كائن حقيقي له شخصيته وله إرادته ولكن لو قلنا كده وسكتنا يبقى غلط لازم نقول ونكمل ولكنه واحد مع باقي الأقانين في الجوهر التلاتة جوهر واحد وإله واحد فالأقنوم كائن له شخصيته وله إرادته ولكن التلات إرادات للتلات أقانين إرادة واحدة لأنهم إله واحد وجوهر إله واحد كل أقنوم ليه صفة أقنومية واحدة بس الآب صفة الإقنومية أنه آب أصل هو أصل الأقنومية التانية هو الذي ولد الأب وبسك الروح قدس منذ الأزل ولم يفترقوا عنه سابتين فيه لأن الله بعقله وروحه إله واحد منذ الأزل في الآب صفة الإقنومية أنه آب أو أصل أو ينبوع أصل كل الكون وأصل حتى الأقانيم الأخرى الآب الصفة الإقنومية الواحدة ليه أنه هو مولود الروح القدس الصفة الإقنومية الوحيدة ليه أنه منبسك الآب مولود منذ الأزل ولم يفارقه وهو ليس صفة ولكنه شخص يشكر في أي كتاب ولا في الإنجيل وممكن أن تضيف عليها قدها مرتين ثلاثة من الكتاب المقدس طبعا عشان الوقت بس مش هي كافي الصفات الجوهرية تشمل الآب والإبن والروح القدس إنما الصفات الإقنومية قلنا كل أقنوم لي صفة أقنومية واحدة بس الصفات الجوهرية اللي هي تنطبق أو يتصف بيها التلاث أقانيم الآب والإبن والروح القدس الصفات الجوهرية أن الله هو الحق الحكمة العقل المحبة الحياة القوة الفهم غير محدود كائن في كل مكان صرمض يعني أزل أبد منذ الأزل أهل أبد الغيرة متغير الله لا يتغير ولا يوجد فيه ظل دوران خالد كل شيء ضابط الكل قادر على كل شيء عالم بكل شيء واجب الوجود واجب الوجود يعني قائم بذاته يعني محدش أوجده مكانش فيه حد أبله أوجده هو موجود بذاته منذ الأزل غير مفحوص محدش يفحص الله بلا ندم الله لا يقول شيء واندم عليه بلا عيب بفوش أي عيب غير محوى غير متحول ملك طاهر قدوس صالح الله روح كائن الله محب وفادي عظيم ومتواضع صفة كبيرة جدا فيه ناس كتير ما متاخدش بالها منها أن الله العظيم القادر على كل شيء الذي نستجد له الملائكة والرؤساء الملائكة والسلاطين والقوات والخالق والديان وفاحس القلوب هذا الإله العظيم متواضع جدا يعني أنا تأملوا معايا كده الله لما تجسد انحنى على الأرض وصب ميا وغسل أرجو التنميغ الله الله العظيم الأبني غسل أرجو التنميز وكان زمان ما فيش جزم كان فيه سناضل فكان التراب يخش في الرجلين وفيه عرق بيعمل طين الله بكل عظمته قدرته دي يغسل أرجو التنميز وعشان كده الناس مش قادرة تتصور أو فيه الناس كتير مش قادرة تهضم ان الله يتجسد زي الله العظيم ده يتجسد ياخد جسد إنسان هو عشان محب جدا كده فيه آياب تقول الله محبة محب للبشر وعايز يخلص البشر ويخلص بني آدم اللي خلقهم مش عشان يروحوا جهنم ولكن عشان يروحوا الفردوس والملكوت لأنه بيحبهم محب ومطوابة دي كلها صفات جوهرية وانتم ممكن تضيفوا عليها كتير جدا بعض الصفات الجوهرية ندعمها بعض الشواهد من الإنجيل الله روح في محن ربعة ربع عشر الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا الله غير محدود فأرمية 23 أما أملأ أنا السماوات والأرض يقول الرب الذي يملأ الكل في الكل الشعياء 66 هكذا قال الرب السماوات كرسية والأرض موطئ قدمية الله مالئ السماوات والأرض يملأ كل مكان ولا يخلو منهم زمان وهو حاضر في كل مكان وزمان هو كائن بالكامل في كل مكان الله سرمضي كلمة سرمضي يعني أزلي أبدي منذ الأزل منذ ما لا نهاية في البداية والأبد إلى ما لا نهاية في النهاية أنا الأول وأنا الآخر عشرية 48 أنا هو الألف والياء رؤية واحد تمانية مسالك الأزل له حبقوق 36 ما خارجه منذ القديم منذ أيام الأزل من قبل أن تولد الجبال وأبذية الأرض والمسكونة منذ الأزل إلى الأبد أنت الله مزمور تسعين الله غير متغير الله ليس عنده تغيير ولا ظل دوران يعقوب أحد الله خالق كل شيء هكذا قال الرب خالق السماوات هو الله مصور الأرض وصنعها أشعية 45 الله ضابط الكل هو يفعل كل ما يشاء في جند السماء وشكان الأرض ولا يوجد ما يمنع يده أو يقول ما يستفعل الله قادر على كل شيء ربنا قال إبراهيم أنا الله القدير تكوين 17 إبراهيم قال له هل يستحيل على الله على الرب شيء والرب يسوع قال عند الله كل شيء مستطاع متى 19 الله عالم بكل شيء عبريان أربعة ليس خليقة غير ظاهرة قدامه بل كل شيء عريان وكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا الله واجب الوجود ودي مهمة جدا واجب الوجود يعني إيه يعني هو موجود بذاته محدش أوجده هو موجود بذاته محدش خلقه ولا كان في حد قبله أوجده دي اسمها واجب الوجود وواجب الوجود لأنه كائن الكائن والذي كان والذي يكون لما موجود بذاته يقول له أهيا أشير أهيا أكون الذي أكون يعني أنا الكائنونة أنا الكائن بذاتي إيه هو مفهوم الجوهر الإلهي بنقول أن الله جوهر يعني إيه جوهر جوهر الشيء طبيعته جوهر الله قوله هيته جوهر الإنسان طبيعته الإنسانية جوهر الملاكة طبيعته الملائكية في جوهر الشيء هو طبيعته فجوهر الله يعني طبيعته الإلهية الجوهر الجوهر اللي مالئ الكون كله والخالق والخضير والمدبر والعسان والمحب والمتواضع مفهوم الاقنوم قلنا قبل كده اقنوم دي كلمة سولانية وباليوناني يعني تحت القائم يعني ما يقوم عليه او ما يقوم فيه الجوهر الالهي الاب هو الله من حيثه الجوهر وهو الاصل من حيثه الاقنوم الابن هو الله من حيثه الجوهر يعني الاب والابن جوهر واحده روح قدس جوهر واحد وهو المولود من حيثه الاقنوم الروح القدس هو الله من حيثه الجوهر وهو المنبسك من حيثه الاقنوم فالاب هو الاصل او الينبوع في السالوس وهو اصل الجوهر واصل الكينونة بالنسبة للاقنومين الاخرين لانه هو الذي ولد الابن وهو الذي بسك الروح القدس الابن هو مولود من الاب ولكنه ليس مجرد صفة عشان فيه ناس بتقول الابن ده صفة العقل والقاب صفة الاصل لا غلط الابن هو مولود من الاب ولكنه ليس مغرد صفة بل اخنوم له كينونة حقيقية وغير منفصل عن الاب لانه كلمة الله والروح القدس هو منبسق من الاب ولكنه ليس مغرد صفة انا بحط كذا خط على تحت كلمة ليس مغرد صفة لان بس مع ناس كتير يوعزوا ويقولوا ان الاخنيم صفات بل اخنوم له كينونة حقيقية وغير منفصل عن الاب لانه روح الله في سؤال مهم جدا بقى واحد جاي نسأله نحاول نختم به كلام النهاردة هل صفة الوجود البس اللي بتعلم بقى وتقول ايه ان الاب ليه صفة الوجود والابن له صفة العقل والروح قدس ليه صفة الحياة فالسؤال هو الادي هل صفة الوجود او الكينونة خاصة بالاب وحده وصفة العقل خاصة بالابن وحده وصفة الحياة خاصة بالروح القدس وحده وهل الاقنيم هي صفات ذاتية في ناس بتقولنا صفات ذاتية الجوهر الالهي كما يقول بعض الاجابة هذا تعليم خاطئ للأسباب التالية الاقنوم هو كائن حقيقي له شخصيته الخاصة به وله ارادة وهو ليس صفة على فكرة لو طلعته كلمة person من اي قموس عندكو هتلاقي بكتوب شخص او اقنوم اذا اقنوم شخص كائن له شخصيته الخاصة به وله ارادة وهو ليس صفة وهو واحد في الجوهر الالهي والطبيعة الالهية مع الاقنومين الاخرين بغير انفصال طب نمسك صفة الكائنونة اللي بنقول عليها ان هي خاصة بالقاب الكائنونة ليست قاصرة على القاب واحد وليه لان القاب له كائنونة حقيقية وهو الاصل في الكائنونة بالنسبة الابن والروح القدس لان هو اللي ولد الابن هو البسك الروح القدس هو الاصل في الكائنونة بالنسبة ليهم ولكن ليس الواحد منهم مفصلا في كائنونتي عن الاخرين الكائنونة دي صفة جوهرية انه كائن احنا قلنا في صفات جوهرية عظيم وقادر وغير مفخوص وغير متغير وكائن فالكانونة دي صفة للآب والابن وروح القدس مش صفة للآب الوحده دي صفة جوهرية مش صفة اخنمية العقل قصر على الابن العقل برضو صفة جوهرية موجودة الله الآب عاقل والابن عاقل وروح قدس عاقل لأن الاب له صفة العقل والابن له صفة العقل وروح قدس له صفة العقل لأن هذه الصفة هي من صفات الجوهر الالهي هي صفة جوهرية في الثلاثة أقانيم خاصية الحياة صفة الحياة من الآب حي والإبن حي والروح قدس حي لأن صفة الحياة دي صفة جوهرية موجودة في الآب والإبن وروح قدس خاصية الحياة ليست قصيرة على الروح قدس وحده لأن الآب لها صفة الحياة والإبن لها صفة الحياة والروح قدس لها صفة الحياة لأن الحياة هي من الصفات الجوهرية من الصفات الجوهرية للذات الإلهية هي صفة جوهرية في الثلاثة القانين السيد المسيح نفسه قال في محنة 5 كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أن تكون له حياة في ذاته كما الآب له حياة في ذاته والابن له حياة في ذاته وقيل عن السيد المسيح في محنة 1-4 فيه كانت الحياة والمجد لله دائما أبدا أمين اشتركوا في القناة